طيب دكتور بالنسبة للسيدات خلينا نساعدهم كده يختاروا إزاي الإزازة الزيت زيتون الصحية هنختارها بلاستيك ولا إزاز؟ هنختارها فتحة ولا غمقة؟ هنختار لون الزيت إيه؟ زي ما كنت حارك بتتكلم حضرهاك وشازل يعني أنا بيعجبني جداً طريقة التسويق دلوقتي اللي بيقوم فيها الشركات فتاعة الزيت زيتون أنه بيخلوا الإزازة أصلاً غمعة هل تتجي تشتريتش فيها غمعة خلاص أخذها تتفاجئي جوه المنتج اللي جوه لأمشان فضروري جداً أنك انت تعرفي مصدر شراعه منين وما يكونش معالج حرارياً ولا كيمياياً معصور على البارد؟ معصور على البارد نعم بالزبط طيب دكتور هل حضرتك قلت أنه ممكن يدخل في أي حاجة بالنسبة للأكل يعني زيت الزيتون ممكن يدخل في أي نوع من أنواع الأكل ويدخل كمان ويتسخن درجة حرارة 200 مفيش مشكلة لكن هل في نوع مثلاً معين من الأكلات لو دخل زيت الزيتون ممكن تقلل شوية من زيت الزيتون نفسه تقلل شوية من قدرة الجسم على امتصاصه؟ هو أي حاجة تتعرض للحرارة ممكن أنها تقلل من فويده أصلاً يعني أي نوع من أنواع الخضروات أو الزيت زيتون حتى لو وضع على الحرارة لفترات طويلة جداً بيقلل من الحديد اللي فيه بيقلل من الفيتامينات والمعدن اللي فيه بيرفع من الأكسد اللي فيه يعني الشقاعة ما طلقتش من فراغة وهو فيه سبب يعني ما هو أنا لدرجة حرارة 200 إذا رفعته أكتر من 200 أنا أنا أتعرض لمشاكلها بتقلل فويده طبعاً شكراً جزيلاً من دكتور فراس عيد أخصائي تغذية العلاجية